حملة أمنية واسعة أطلقها الجيش والشرطة في تعز للقبض على ما أسمها عصابات التخريب والاغتيالات في المدينة التي تشهد مقاومة واسعة منذ الانقلاب الذي تقوده ميليشيا الحوثي الحملة الأمنية دخلت حيز التنفيذ وبحسب مصادر ميدانية فإن الجيش والشرطة العسكرية داهمال عديد من الأوكار التي تتمركز فيها بعض العصابات والخلايا المتطرفة في المدينة المشهد الأمني في تعز يشهد تطورا غير مسبوق خصوصا بعد الاتفاق بين المكونات السياسية الأمر الذي وضع المسألة الأمنية وحضور الدولة في تعز ضمن أولويات المكونات السياسية والاجتماعية المساندة للشرعية ومشروع استعادة الدولة الجهود الشعبية لتحركات الجيش الوطني في تعز تبدو واضحة من خلال النداءات الواسعة التي يتم إطلاقها من قبل الهيئات والشخصيات الاجتماعية والمدنية لجهود الأمن والجيش في مكافحة الجريمة المنظمة وعصابات الإغتيالات اللجنة الأمنية في تعز هي الأخرى عقدت ما أسمته باللقاء الطارئ للوقوف على آخر المسجدات التي تعيشها المدينة وخصوصا الإختلالات الأمنية بعد النجاحات العسكرية التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اللقاء ناقش مستجدات الأحداث الأمنية الأخيرة ووضع حلولا ومعالجات سريعة لها لإنجاح الحملة الأمنية التي تتعاقب المطلوبين أمنيا والخارجين عن النظام والقانون والمتورطين في قضايا الإغتيالات والاختطافات دون الإفصاح عن نتائج تلك الحملة رئيس اللجنة الأمنية في تعز أرجع أسباب الإغتيالات إلى أن الحوثي وصالح الذان فشلا في المواجهة المباشرة اتجها إلى استئجار وتوظيف العناصر المرتبطة بهما لإثارة بعض الاختلالات حد قوله هذه الحملة حظيت بصدا إعلامي واسع خصوصا على الصعيد الإلكتروني حيث تم إطلاق حملة إلكترونية حملت هاشتاغ مع الجيش الوطني ضد العصابات وقد تم تداول هذا الهاشتاغ على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر